هذه بعض النقاط التي أردت الحديث عنها ووجهت منها رسالة ورسائل عديدة الرسالة الأولى إلى الرئيس يجب عليه أن ينتبه فالمرحلة صعبة إلى الجزائريين عليهم أيضا أن يفوتوا الفرصة على أصحاب الأجندات الخبيثة على المعارضين الحقيقيين المعارضين الذين يريدون التغيير الحقيقي وليس الفوضى عليهم أيضا أن يتكتلوا في جبهات حتى لا يترك المعارضة يصادرها أدعياء ولا يترك رصيد التاريخي أو الرصيد التاريخي للحراك الشعبي يأخذه من ليس له علاقة ومن يريد الوصول به خدمة لأجندات للأسف أجندات ليست لها علاقة بهموم الجزائري